قالك سؤال مركب شوية أول حاجة فيه هجوم وتربص دي بحضرتك من أهلوية قبل أي منافس دي حاجة الحاجة التانية مشكلة عادية في قط اللبس ما بين اتنين لعبين عادي جدا خالص حصل بقى سيناريوهات وحكايات ودنيا وقصة فين الحقيقة؟ وليه التربص بيك؟ وإيه موضوع كهرباء؟ يعني بص يعني يمكن أنا مش عايز أقول المفروض شخص أو اللي بتعرض شخص أو رئيس نيادي أو مدير كورة أو لعيب أو هو الهدف النادي الهدف الأهلي يعني لكن أنا الحقيقة كان عندي خيارين أو عندي طريقين أو عندي حلين في موضوع كهرباء الحل الأول أن أنا يعني ممكن أجيب ممكن أجيب صبح ومنتصر والشيال اللي هناك دي وبعد كده أعمل فيديو وأقول يا جماعة كان فيه تمرين وهم يعني أعزمهم في بلكونا وهم مشين كما ندهم وجبة يروحوا بيها وبعد كده أجيبهم في فيديو والناس كلها تتفرج علينا وبعد كده أقول لهم حصل مشكلة النهاردة يقولوا لا 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 ويحلفوا على المصحف أنه ما حصلش مشكلة بل ممكن يحلف على المصحف أصلا أنه ما فيش تمرين أساسا يعني ده كان حل الحل الثاني أنه أنت تقابل موقف بمنتهى مش عايز أقول الشجاعة لأنه ده عادي طبيعي جدا في العالم كله ممكن تحصل مشكلة تتعرض لها أو تقابلها كيفية الحل بتاعها وأصلا شعبية الأهلي أو قوة الأهلي أو قيمة الأهلي جات من الأزمات أساسا يعني أو جات من المشاكل ومدى تصدق لها أو مدى وضوحك لها أو مدى قوتك لها ده اللي أنا تربط عليه ومش غيره أصلا يعني مش غيره إطلاقا مهما كان على الآن لأنا لو مشيت بكرايب أو قدام مريتي أو قدام أو قدام شخصي أنا بحترم شخصي وبقدره يعني حتى من باب الحاجات اللي هي يعني تخليك تقولي يعني